في هذا الحي الشعبي من أحياء العاصمة اليمنية صنعاء يتزحم الرجال والنساء والأطفال على نقطة مياه وفرها فاعل خير لتمكين الفقراء من الحصول على الحد الأدنى مما يحتاجونه من مياه الشرب شح مياه الشرب أو عدم توفرها مشكلة حادة يشكو منها سكان صنعاء الذين يقدر عددهم بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة سبب أزمة مياه الشرب الرئيسي وفقا لمصادر محلية توقف خدمة المياه العامة بشكل كلي وامتناع ميليشيات الحوث الانقلابية في صنعاء عن تشغيل الشبكة التي تزود سكان المدينة بحاجتهم من المياه بحجة عدم توفر المواد تشغيلية عذر أقبح من ذنب كما يؤكد كثير من سكان العاصمة الذين يلجأون إلى أساليب عدة للحصول على حاجتهم من مياه الشرب عبر مصادر بديلة يعني حالة عند الناس حالة قد ينطل حالة من الناس نازح من بقع لا بقعه ناس مع تفاقم مشكلة مياه الشرب في المدينة يلجأ بعض السكان إلى شراء صهاريج المياه التي يتم تعبئتها من أبار خاصة لكن أسعارها باهضة ولا يقدر على شرائها سوى الميسورين أبكر من صباح الصوح أبطل من أجلسة سرع بيهما مسافة كيلو وأجعل القديم كالسر أما الفقراء من السكان وتحديدا في الأحياء الشعبية فيلجأون إلى نقاط مياه السبيل المنتشرة في مساجد بعض أحياء المدينة وفرها فاعل خير ومنظمات خيرية محلية ودولية بينها منظمة يونسيف ألاف الأسر اليمنية في صنعاء باتت اليوم عاجزة عن توفير مياه الشرب والاستخدام المنزلي فضلا عن الصعوبات المعيشية الأخرى في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء وإيقافها مرتبات ألاف الموظفين منذ ثلاثة أعوام